اشتركوا في القناة وخمسين عام حسب وزارة الاعلام الكويتية ونقلت المتحدثة باسم وزارة الاعلام انوار مراد تعازي وزير الاعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري الى اسرة الفنانة الراحلة التي تعد احد رائدات الفن الكويتية في المسرح والدراما والبرامج التلفزيونية حسب ما اوردت وكالة الانباء الكويتية وقالت المتحدثة ان الفن الكويتي فقط برحيله فنانة قدمت فن الراقيا لمجتمعها على مدار اربعة عقود منذ بداية مسيرتها الفنية اوائل الثمانينات من القرن الماضي وتركت انتصار شراح رصيدا من الاعمال المميزة في الدراما التلفزيونية الخليجية مثل خرج ولم يعد خد ودخول قاسد خير اضافة الى مسرحيات من بينها باي باي لندن المنبر أرض وقرض لولاكي الكرة المدورة انتخبوا ام علي وتعتبر برامج الفنانة الراحلة احد العلامات المميزة خلال مواسم شهر رمضان عند ظهورها رفقة نجوم الكوميديا الكويتية وفي 13 يوليو تموز الجاري غادرت الفنانة الكويتية بلادها الى لندن لتبدأ رحلة علاجها التي كان من المقرر ان تستمر لنحو 6 اشهر حسب وسائل اعلام الكويتية وقبل سفرها ضلت طريحة الفراش لمدة 4 شهور مع ترد حالتها الصحية حسب تصريحات زوجها مازن التمامي لصحيفة القبص الكويتية في يونيو حزيران الماضي تحياتي لالكون الرحمة نروح الفنانة الكويتية انتصار الشراح نتمنى منكم لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس تحياتي لالكون السلام عليكم